اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دولة القانون تفترض الشفافية كل شي شفاف كل شي معروف وين يبدأ وين ينتهي كل شي تقدر تدخل الانترنت تتخرج المعلومات تجد المعلومات كل شي تلقاه في وثائق هنا في هذه البلاد أنا قايمة هنا يبعتلك ويبعتلك بالانجليزية ويقول لك لا لغتك الانجليزية مش لغتك الانجليزية عندهم اجانب يعني يبعتلك بأي لغة بلدية اللي أنا فيها هنا تكتب بي حوالي اكثر من عشرين لغة عشرين لغة باش تبلغك لانهم يحبوا يخبروا الانسان الساكن عندهم واش راهم يديروا واش ما داروش وين نجحوا وين ما نجحوش الى كين مشكل الى يحبوا يستشيروا الناس في قضية وكل شي شفاف شجارك يجيو قطعوهم يقول لك راح نقطعوا شجار في هذا كل وقت الى آخر الى ناس عندها اعتراض اي شي جيد دار يسأل الناس يسأل السكان يسأل المقيمين بمجرد ما عندك سكن اجنبي مكش اجنبي ولدت هنا ولدت في الهند ولدت في وقادوغو ما يهمش هذا يسقسون الناس ولا ما تعرفش اللغة اللغة الرئيسية في البلاد والاساسية في البلاد يبحثو لك باي لغة يقول لك هاي اللغات قلنا طبعا هما ديروا اللغات اللي عارفين الناس كان ساكنين منها هذو بدون شفافية ما تمشيش البلاد عليش كلش في الغموض وكلش تحت لتحت وكلش بالمعارف وكلش ما يخرش بوثاق واضحة ومعلومة للناس جميعا مرات يحبوا يديروا الشفافية يعموها عندنا لأنه مش موالفين عليها ولأنه نظام غامض عصابات غامضة ما تعرفش كون هو شكون ولذلك الدولة المدنية توفر هذا دولة القانون توفر هذا الأشياء طبعا هما باش يشيطنوا موضوع الدولة المدنية ودولة القانون آه دولة القانون دولة المدنية يجيبونا من يش عارف هذي يجيبونا الشواذو يا أخي يا أخي خبثاء يا أخي وعلي يجيبوهم لك كل البلاد عندها قيمها وعندها أخلاقها وعندها أنكادر انتاحها عندها نوردر بيبليك عندها سيستام علش لكن هذا باش يشيطلك شيء ويخليك أنت تكرهو اللي هو في مصلحتك دولة المدنية هي قبل كل شيء دولة عدل ودولة قانون على الجميع والقانون فوق الجميع وليس فوق البعض وتحت الرجلين على البعض الآخر